نرحب بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية المرساة والتلفزيون تيللوميير والبداية مع العنوي البابا فرنسيس يدعونا إلى التأمل بصلاة الشفاعة ممثلوا الكنائس في المدينة المقدسة يشارفون بإضاءة شجرة الميلاد كنيسة مار شربل المارونية في عمان احتفلوا بأحد وأسبوع البيان للقديس يوسف وفيها أيضاً معرض الميلاد الافتراضي لطلاب التعليم مسيح الكلدان للمرحلة الابتدائية أهلاً بكم تأمل قداسة البابا فرنسيس في حديثه الأسبوع بصلاة الشفاعة التي تهتم بأفراح البشرية بكل أحوالها كما أن من يصلي يرى في كل إنسان وجه المسيح موضحاً قداسته أننا جميعاً كورقاً على الشجرة نفسها وحين تسقط تذكرنا بالرحمة الكبيرة التي يجب أن نتحلى بها في صلاة بعضنا لبعض وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداسته البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداسته البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في صلاة الشفاعة قال الإنسان المصلي هو من يذكر في صلاة أفراح البشرية وأحزانها وأمالها ومخاوفها فهو إذا سعى إلى العزلة والصمت لا يفعل ذلك حتى لا يزعجه أحد بل لسماع صوت الله بشكل أفضل فكل من يطرق بابه يجد فيه قلبا رحيما يصلي له وللجميع دون أن يستثني أحدا ينفرض المصلي في العزلة عن كل شيء ليجد من جديد كل شيء وكل الناس في الله من يصلي يرى في كل إنسان وجه المسيح من يصلي يهتم لكل إنسان لأن من لا يحب أخاه فهو ليس جادا في صلاته عندما يصلي المؤمن فإنه يصلي من أجل الجميع من أجل نفسه أيضا عندئذ يعرف أنه لا يختلف كثيرا عن الناس الذين يصلي من أجلهم وقال كداسته العالم باقن وفيه خير دائما بفضل هؤلاء المصلين الذين يشفعون وهم في الغالب مجهولون لدى الناس لكن الله يعرفهم هناك الكثيرون الذين نجهلهم صلوا وقت الاضطهادات مثل يسوع وقالوا اغفر لهم يا رب لأنهم لا يعرفون ما يصنعون الجميع مدعو إلى صلاة الشفاعة ولسيما الأهل والرؤساء والمعلمون والكهنة وكل مسؤول وعليهم أن ينظروا دائما بعين الله وبقلبه وبحنانه ورأفته والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية نحن جميعا ورقون على الشجرة نفسها كل ورقة تسقط تذكرنا بالرحمة الكبيرة التي يجب أن نتحل بها في صلاة بعضنا لبعض ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر على صعيد آخر أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من شهر آذار المقبل وقالت وزارة الخارجية العراقية بأن هذه الزيارة المنتظرة إلى بلاد ما بين النهرين تمثل حدثا تاريخيا ودعما لجميع العراقيين بمختلف أطيافهم كما أنها تؤكد على وحدة العراقيين وتطلعهم إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف وتعزز التنوع والوئام والعيش المشتركة بين عموم أبناء الشعب العراقي الواحد كما أن مسيحيي العراقي ترقبون الزيارة بفرح شديد والتي تعتبر بحد ذاتها رسالة سلام إلى دولة العراقي والمنطقة بأجمعها وستشمل محطات زيارة قداسته بغداد ومنطقة أور في جنوب البلاد ومحافظة نينوى أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني مكرمة بمنح القمص أنطوني الصبحي كاهني كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس في الأردن الجنسية الأردنية وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عمان قد ذكرت في بيان لها أن جلالة الملك قد أصدر قبل عدة سنوات إرادة ملكية سامية بتعيين القمص أنطوني الصبحي حنة قاضياً ونائباً لرئيس المحكمة الكنائسية وتقدمت الكنيسة بالشكر لجلالة الملك على اهتماماته بها ويذكر أن القمص أنطونيوس له أربعون عاماً في الأردن خدم فيها عشر سنوات كمدرس وثلاثين عاماً كاهناً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عمان وبهذه المناسبة تتقدم نورسات الأردن ممثلة بالمديرة الإقليمية للفضائية في الأردن وفلسطين الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بالتهنئة والتبريك للأب صبحي متمنين له مزيداً من التقدم والإزدهار في خدمة الكنيسة أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أطلقه التلفزيون الروسي الدولي لاختيار الشخصية العربية الأبرز خلال العام 2020 الحالي تقدم جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الأول كأبرز شخصية لهذا العام وضمت قائمة الشخصيات ملوكاً وأمراء ورؤساء وشخصيات سياسية عربية بارزة أثرت في مجريات العام المنتهي ومن المعلوم أن هناك أكثر من 12 مليون مشارك قاموا بالتصويت حتى اللحظة ولفتت قناة RT الناطقة بالعربية أن التصويت سينتهي في منتصف ليلة 31 من كانون الأول على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة الثانية عشر ظهر الأول من كانون الثاني 2021 بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية رفع مجلس رؤساء الكنائس في بيان صادر التهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولعموم العائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة ولأبناء رعاية المؤمنين بأسمى آيات التهنئة والمباركة ضارعين إلى الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام أياما مباركة على الأردني والأردنيين جميعا وأن يجلب بها السلامة والخير والشفاء للعالم أجمع من آثار جائحة كورونا وبهذه المناسبة المباركة أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني بلاغا رسميا باعتبار يومي الخميس الموافق الرابع والعشرين من كانون أول والخميس الموافق الحادي والثلاثين من كانون أول من العام الحالي عطلة رسمية للموظفين والطلاب المسيحيين ترأس سياطة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي للأحد الثالث عشر من لوقة وذلك في كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج بمشاركة الأب جورج خوري وحضور شمامسة وعدد من المؤمنين من أبناء الرعية وأشار سيادته بعضة القداس إلى أن المسيحية ليست مجرد ديانة ونظريات أخلاقية إنما هي علاقة حقيقية بالإله الواحد وأن المسيح هو الطريق والحق والحياة ولا يمكنه لأحد أن يصل إلى الآبي إلا بالإبل هون أبنائي منشوف قديش مهم إنه نحنا كمان نلتقي بالمسيح وهذا الشي اللي بتقدمه لكنيسة الكنيسة هي جسد المسيح وعشان هيك نحنا هون في الكنيسة منلتقي بالمسيح ما منلتقي فيه ببعض نظري ولا نحنا منتبع المسيح من أجل الإنجيل ولا من أجل تعاليمه ولا من أجل أي نظرية أخلاقية علمنا إياها ولكن نحنا منتبع المسيح من أجل المسيح لأنه لازم نلتقي بالمسيح فالهدف مش هو الإنجيل ولا الهدف هي تعاليم المسيح ولكن الهدف هو المسيح إنه نلتقي بالمسيح نشوفه نلمسه من خلال المحبة كل الديانات بتتكلم عن الإيمان بالله شو بتحكي الوصية الأولى أحبب الرب إلهك من كل قلبك من كل من كل ذهنك وفكرك إلى آخره المطلوب أنه وهذا هو عشان هيك المسيحية مش ديانة المسيحية هي الحقيقة المعلنة المتجسدة بالإله المتجسد اللي كشف عن الحقيقة الأبدية الكونية السماوية وأظهرها إلنا كشفها إلنا ونحن منعيشها هون في الكنيسة فالإنجيل مو هدف ولكن الإنجيل هو الطريق تعليم الله تعليم يسوع مش هي الهدف ولكن هي الوصفة الطبية حتى نتطبب حتى نتعالج حتى نطيب حتى نتنقى حتى نتنهر حتى نتطهر ليش؟ لكي نرى المسيح عشان نشوفه عشان نلتقي فيه عشان نحبه زي ما هو يا أحبنا وفي ختام عظته تضرع سيادته إلى الرب الإله أن يحفظ هذه الرعية المحبوبة والمحروسة من الرب بشفاعة أمنا الفائقة القداسة شفيعة هذه الرعية ويعطي أهلها الطيبين كل بركة ونعمة من لدن الرب وخصوصا في هذه الأيام المباركة بحضور غبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفلس الثالث وعدد من الأباء الكهنة احتفلت البطرياركية الأورشلمية للروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة بعيد القديسة كاترينا وقد أقيمت بهذه المناسبة المباركة خدمة صلاة الغروب في دير القديسة كاترينا ترأسها المتروبوليت إيلونوبيلوس يوكيم بمشاركة عدد من الأباء والشمامسة وجمع محدودا من المصلين المقدسيين احتفلت كينسة مار شربل المارونية في عمان بأحد وأسبوع البيان للقديس يوسف خطيب مريم البتول وذلك في قداس إلهي ترأسه الأب سامر زكنون بمعاونة شمامسة الكنيسة وبعد قراءة الإنجيل المقدس تحدث الأب زكنون منطلقا من الآية ولما قام يوسف فعل ما أمره به الروم وقال الأب سامر زكنون إن مسيرة التجسد هي الجلاء والبيان أي الكشف عن الحقيقة الصعبة حيث كشف يوسف مهمته وعرف من الرب ما هي دعوته وكيف يكون في حالة مصغية تماما حيث لا يوجد أي تشويش الذي آمن بكلام الرب الذي أعطى هذه الثقة لكلام الرب أن يعمل بها فإذن إيمان ثقة بأله جعلة دفعة أن يقوم بما يأمره الرب مش غصب عنه مش لأنه مشبور إنما بطواعي صادقة ونابعة من هذا الإيمان من هنا إيماننا يلي بيدفعنا نحن اليوم أن نقوم بما يأمره الرب لنا مش لأنه نحن مجبورين ما عم يؤمرنا لأنك أنت مجبور له إنه يأمرنا لأنه بكل بساطة إذا أنت عندك ثقة بكلام الله حاطت ثقتك بالله فلا تخف لا تخف يا يوسف لا تخف يا زكريا لا تخاف يا مريم لا تخاف يا عواطف لا تخاف يا ميري لا تخاف يا غسان لا تخاف لأن كلمة الله هي الحاضرة معك تنزع من حياتك كل خوف وهذا النزع يجعلك حر إنك تقوم بما يقوله لك الرب هذا هو مريوسف يلي هاي السنة أعلن البابا السنة يعني من قبل بأسبوع لحد السنة الجاي هي سنة مريوسف البتول الذي سمع كلام الرب وفعل كما أمره الرب من هنا إخوتي نحن بحياتنا اليومية مدعوين يلي كلمة الله عم تنعلن لإلنا كل يوم عم تنعلن لإلنا كل أسبوع أن نسمع هذه الكلمة ونعمل بها وكلمة ربنا لإلنا بسيطة جدا وخاصة بها الزمن يلي يشوبه كثير من المصائب والمصاعب والأمراض الذي يسمع كلمة الرب أن يعمل بها وهي كلمة بسيطة أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وختم عظته بالتأكيد على أهمية سماع كلمة الله والعمل بها وعلى إيقاع ترنيمة ألب مهيم غارة تقدم المؤمنون من سر القربان المقدس شاكرين الرب الإله على عظيم نعمه الإلهية في الأراضي المقدسة شارك ممثلوا الكنائس المسيحية في البلدة القديمة بإضاءة شجرة الميلاد المجيد ضمن إجراءات وقائية وصحية مشددة وذلك ضمن الاحتفالية التي نظمها مركز بذور الحياة الأفضل بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس تم إقامة معرضاً افتراضي لطلاب التعليم المسيحي الكلدان في الأردن حيث اجتمل المعرض على أعمال فنية من صنع الأطفال وأيضاً منتوجات محلية من غذائية ونسيجية خاصة بعيد الميلاد المجيد وعرب الأب زيد حبابي عن بالغ فخره وسعادته بهذا العمل الذي تم ضمن الظروف الحالية التي يعيشها الوطن والعالم وأضاف أن الرعية وطلاب التعليم المسيحي اعتادوا أن يقيمون معرضاً سنوياً لعيد الميلاد وبهذه السنة تم تنفيذه افتراضياً لكي يحافظوا على هذا التقليد السنوي وأن يعمى فرح الميلاد في قلوب الأطفال وعائلاتهم بالرغم من الظروف السائدة التي يعيشونها في القدس كذلك احتفلت كيسة دير المخلص بالرسامة الشماسية لثلاثة من الرهبان لفرانسيسكان القادمين من الكونغو وكنشاسا وبروت وترأس القداس الإلهي بطريارك القدس للاتين فير باتيستيا باتسبالا بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وقال غبطته نشكر الله مصدر كل عطية كاملة ونستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى أقربائنا وخاصة عائلاتنا التي منحتنا نعمة الحياة في ظل جائحة فيروس كورونا التي يمر بها الأردن والعالم أطلق الشاب ركان فخوري مع عدد من الشباب والشبات في محافظة الزرقاء مبادرة أهمتنا التطوعية التي تعمل على تقديم وتوصيل المساعدات للمحتاجين في المحافظة وتضم المبادرة عدد من الشباب والشبات المتطوعين من أجل الوطن وأبنائه كما أطلقت المبادرة عيادات همتنا الطبية التكافلية في الزرقاء وهي عيادات خيرية تهدف لمساعدة ومساندة المجتمع الزرقاوي وهذه العيادات تضم ثلاثة أقسام طبعام ونسائية وأسنان وتهدف بشكل مباشر إلى تقديم العلاج بصيغة تكافلية وبأفضل الخدمات ومن ثم يتم تدوير المردود المالي من العيادات إلى مشاريع خيرية وتكافلية تعودوا بالنفع على المجتمع المحلي هذه العيادات انبثقت من مبادرة همتنا الخيرية التطوعية التي أنشأناها خلال فترة جائحة كورونا وكان في عنا جانب طبي اليوم كللنا هذا النجاح بهذه العيادات العيادات إن شاء الله ستكون بأسعار رمزية جدا تخدم أبناء الزرقاء بكافة طبقاتها ومجتمعها كامل اليوم رح يكون في عنا أسعار تفضيلية بأفضل الخدمات بأمهر الأطباء اللي موجودين عنا بالعيادة باسمي واسم أعضاء مبادرة همتنا بنشكر كل اللي دعمونا من أجل هذا المشروع ونحقق الحلم اللي إحنا بلشنا فيه بدأ أشكر الدكتور بهيجي مسلم وزوجته الدكتورة سعاد مسلم اللي هم من الأشخاص اللي دعموا هاي الفكرة بإعطاءنا العيادة اللي كانوا هم موجودين فيها قبل ما يقارب ثلاثين سنة شكر لهم موجه من جميع أعضاء المبادرة بالإضافة بدنا نشكر كمان عطوفة محافظة الزرقاء اللي دايما هو سباق للخير وداعمنا بصفته الشخصية والوظيفية بالإضافة كمان لمدير صحة الزرقاء اللي كمان عم بيساعد وبيقدم وبنفس الوقت إحنا كمان عنا شباب متطوعين بمدرية الصحة عم بيساعدوا وبيخدموا وبيقدموا للزرقاء وكمان مدير التنمية اللي رح يكون فيه بيناتنا تعاون من أجل إعطاء المريض حقه بالكامل سواء قادر أنه يدفع أو مش قادر أنه يدفع من خلال تزويدنا بأوراق رسمية بالإضافة كمان بدي أشكر كل المؤسسات والدوائر اللي بي محافظة الزرقاء اللي عم بيسهلوا عملنا وتقديم خدمتنا للمجتمع شكر كمان خاص لكل اللي يساعدونا ودعمونا سواء بالمادة أو بالمعنوي لأنجاح هذا النشاط والمشروع اللي موجود هلأ صار على أرض الواقع وصار قادر أي مواطن أردني وزرقاوي بالتحديد أنه يلمس هاي الخدمات وشكرا لكل اللي عم بيغطوا هذا النجاح اللي عم بيساعدونا كمان إعلاميا من أجل أنه إحنا نكون موجودين ونورج الناس أنه إحنا عم بيقدم شيء ولو كان بسيط لهالوطن وإن شاء الله ربنا يحمي الجميع ويحمي قيادة الأردن وشعب الأردن جميعا والإنسانية جمعا قالوا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة فارس البكري إنه ما زال من الببكري فتح قطاعات جديدة في المملكة وهو الرأي السائد داخل اللجنة وأضاف أن فتح أي قطاع جديد سيتم وفق بروتوكول صحي وذلك في حال وجود انخفاض في أعداد الإصابات علما أن الأردن لم يدخل بعد مرحلة مناعة القطيع التي تعني أن يصاب 60 إلى 80% من المجتمع بفيروس كورونا وهو ما لم يتحقق في الأردن بمشيئة الله إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها ممثلوا الكنائس في المدينة المقدسة يشاركون بإضاءة شجرة الميلاد كنيسة مار شربل المارونية في عمان تحتفل بأحد وأسبوع البيان للقديس يوسف معرض الميلاد الافتراضي لطلاب التعليم المسيحي الكلدان للمرحلة الابتدائية حتى نلقاكم معزا أنا ضابط أوقاتكم ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر